أعلنت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي عن إنشاء خلية وطنية لليقظة لحماية الأطفال من الاستغلال عبر تكنولوجية الإعلام والاتصال خلال السنة الجارية تتولى الكشف عن التجاوزات في حق الطفل مع التدخل في الوقت المناسب وفي كلمة لها خلال يوم دراسي تحت عنوان أتعدي على الأطفال في الفضاء السيبراني نظمه مجلس قضاء الجزائر بشراكة مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أكدت شرفي أنه تم الانطلاق في تعديل أقول المرسوم التنظيمي المسير والمنظم للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وذلك بإنشاء خلية يقظة سيتم تنصيب أعضاؤها خلال هذه السنة هذا وأضافت شرفي أن هذه الخلية مكونة من مختصين من الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وكذا ممثلين عن الأسلاك الأمنية وخبراء في مجال التكنولوجيات الحديثة